قبل أن نبدأ لا تنسى وعزائي المشاهدين دعامي من خلال تسجيل الأرجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى نبلغ عتبة المئة ألف مشترك في القارب العاجل بحول الله تعالى حتى تصبعت المنتخب الوطني الجزائري رحالها بالعاصمة المزنبقية مابوتو في رحلة مباشرة قادمة من الجزائر العاصمة استعدادا لمواجهة المنتخب المحلي يوم الأحد القادم بداية من الساعة الثانية ظهرا في إطار الجولة الثانية من تصفية كاس العالم أمريكا 2026 وستقيم بعتة الخضر بفندق بولانا وهو فندق جميل جدا يلق بالمنتخب الوطني قبل إجراء المباراة بملعب مابوتو الموشش باستناعيا والذي قد يشكل عقبة كبيرة أمام لعبنا ما يجعل المأمورية معقادة جدا كل توفيق لمنتخبنا الوطني للتذكير فإن المزنبق فازت أمس ببوتوانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما فاز منتخبنا على الصمال بثلاثية مقابل هدف واحد